المنطقة بالعلاقة كل ما يده ماكو اي ايدا عبالك احنا جاينا نلعب وين بارض الاردن مو عبالك بلدنا ماكو اي ايدا ماكو اي خطة ماكو اي تكتيج كل شوت شوت كل مجزاء وشوت هذي اللعب اللعب به شاط الأول يعني شاف ما تناسق الفريق به احول عشر ثاني غير خطة ماشي باس يعني غلط هذي يصير كله غلط ادى مدرب كاسياس طبعا اليوم كلش ضعيف يعني شاف من بداية اللعبة شاف اللقطاع الفرص الضاع ما حاولي عالج الموقف يعني ما حاولي عالج الموقف ليش زي انا احنا اللعبة عدنا ويا لوردنا اللعبة تحدي وكليتنا نعرف انو اللعبة اليوم تحدي انت غير يعني تضبط حساباتك اه شسمه هاذا ميمي ليش ما نزل من البداية منزلها بسبعة وثمانية وشفت شوان صناعة فرص يعني قوية كان المفروض ينزل من البداية الخطة كلها غلط يعني كاسياس ما عنده مستقبل للعرب مع لاسف احنا انو جينا وطاركين الاهاليتنا وقاعدين بالبريد على مدفنا على مند الطابة غير التالية هاذ فرص بصداعة وماكو اي علاج مباراة كلها قوة بدنية وماكو التشكيلة شو طلوة كلها غلط يعني مصطفى سعدون تباو عليه انت منذلش اللعبة شفت الجمهور والمحللين كلهم يحجون عليه انت منزلها ضاهي رايما شفت اللعب كلها عليه والتلاعب تلاث ارتكاز ادريت هذا ارتكاز منودة العضوة للبرازيل ماكو هيتش يعني منطق تشكيلة كل لعبة تشكيلة زين هذا شون ينسجم لاعب يومي يلعبوا يا لاعب انت هسذا فرق الشعبية تلعب لك يومي يلعب ما تفتهم شوت سنتر شوت نعب تعبان ماكو فحرامات يعني هاي والله شوف الجمهور ماكو يعني النتيجة سلبية هاي بيعتبار خسارة عصلوا نقطة ملعبك انتظر هتروح بملعبهم هناك يلعبوا مرتاحين ومالي شوت الثاني صراحة كان كلش حلو انه يعني اللعب كله صار انه مشكلة الاردن وياني انه هم من يلعبوا صراحة صراحة احنا ندق كلش ندق لهم واحنا همين ندق لهم يعني طرفيا المشكلة احنا هم عدنهم بس خط الهجوم هو القوي لكن هم متكترين على اي منح سين يعني هاي مشكلة صراحة احنا اللي داما نفتقده عدنا موضوع البطء يعني هجمات كلش حلوة صراحة بس حراماتهم ضيعة بسهولة يعني هاي كان ابو ابصت شكل صراحة ما عدنا بديل حقيقي قول اي منح سين ولو اي منح سين بره اللعبتش احنا خسرانين بس وجود اي منح سين سبب لهم مشكلة حرامات كلش احنا منتق بعمان فاس صارت نقار واحنا اثماني والاردن اثماني واللعبة جاي وي عمان ابو عمان بارض عمان حقيقي راح يلعبون ضدنا وكأنه احنا قاعد نعب ضد منتق برازيل يعني راح يلعبون ضدنا لعب كلش قوي يعني حرامات احنا هاي فرصة اذا احنا منحصل على المركز الثاني كلش راح نوقع بموضوع صعب بالمحب شكرا جزيلا والله الحمد لله وشكور طبعا الشوط الاول كان حرقان دم بس والله الشوط الثاني لعبنا بيهم فلك بس سبحان الله قدر الله واشا فعل وان شاء الله من نبيهم بالقادم بحيل الله مدرب كأساس يعني مدرب زيان بس انا اقول لك ديفرضون علي لاعبين زيان اللي هم ميمي يعني ميمي ما يستحق العاب عدك عدك علي الحمادي بالدار الإنجليزي احسن من عنده زيان وبالاضافة لعدك النص بالبداية بيخلل عدك قعد تلعب ثلاثة نص مدافعين فما تقدر يعني المهاجم وباحدة يمنح سيا ما يقدر كلش يسوي افس الواجي بقوة المهاجم بالعالم خلي بالهجوم ما يسوي شي زيان والدفاع عمالتنا بيهم مزيان والتبديلات ماتة شوط ثاني يهمنا شوية بيهشك يعني المفووز زيان اقبال ينزل بالبداية بالتشكيلة الاساسية صح له او لا صحيح وبعد المن ينزل لك مصطفى سعدون المفووظ ما يسحبه متخب ولا يجيبه من المتخب يعني شنو ساحب لمصطفى سعدون وعايف لهذا مصطفى ما بنزليش والله كاساس دو شنو والله كاساس ما ما لعلاقة أنا أقول لك يا من الأخير العضاء الاتحاد يفرضون عليها سوامي يجي نزل لك تشكيله كش ما معلين رجالي جي لكاساس امي تشكيله جاهزة آي كلي للمنتخمن والاشتوركم اللعب لعبه بس الحظم حالفنا يعني شفت الهجمات اللي علينا شفت اللعب يوا لعب حلو بس ما ما كل حظم يحالفنا يعني ما أدري جمهور كله وياهم الشعب العراقب كله وياهم وباقية شعبهم وياهم بس الحظم حالفنا لعب حلو والله لعبو فشلاعب لعبو بس الحظم حالفنا شفت آخر أجمعاتهم ومعالتهم ومعالتنا وعلينا وعليهم الحمد لله وشكرا نعمة من الله الله يبارك فيك